بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم في فيديو جديد ومحاضرة من محاضرات تبسية العلوم بنتكلم النهاردة عن واحد من أهم وأشهر التحالب البنية البحرية حديدا في مياه ملحى سواء في البحار أو المحيطات بنتكلم على طوالب ديكتيوتا وتحديدا على دورة حياته أو اللايب سايكل بتاعته مع حضرتنا معلاء السعيد أستاذة العلم التحالب بجامعة سكنرية ومعارحلين إلى جامعة القصين بنتكلم مع بعض دورة الحياة هتبدأ إزاي؟ بنبدأ دورة الحياة من خلال النبات المشيجي وهنا الحقيقة بتخلق له شكلين له نبات مشيجي مذكر ونبات مشيجي مؤنس يعني ثنائي المسكن يعني ثنائي المسكن يعني إيه ثنائي المسكن يعني أعضاء التكاثر المذكر والمؤنس مش على نفس التحلق أعضاء التكاثر المذكر على تحلق المذكر وأعضاء التكاثر المؤنس على تحلق المؤنس لما يكون التحلق بالشكل ده كده ممكن مقدرش ميزهم قوي لكن لو انتقلت للشريحة التانية ألاقي لأ ألاقي إيه ألاقي لما بص على السطح آآ الثلاث أو التحلق ألاقي البصور اللي ما تتب فيها تجمعات دي الوحدات التكاثر الجنسية المذكرة والمؤنسة في فرق بينهم لو احنا بصنا كده آآ اقدر اميز ان ده المذكر وده المؤنس شكل الصراي او شكل التجمعات او البصور مختلفة طبعا لو انا رحت التكبير اكبر شوية حلاقي هنا وواضح بقى الفرق بينهم تماما كده لو مكبر العدسة شوية او اعمل تكبير اكبر شوية حلاقي هنا تجمع الان ثري دات اللي هي التركيب المذكر اللي هو وهنا التركيب المؤنس اللي هو الجاميتانجي او آآ الحوافز المشيجية المؤنسة او لأو جنيا طبعا الكلام ده بيبقى واضح اكتر لو احنا قدنا قطاعات في التحلق بنلاقي طبعا احنا عارفين ان التحلق ده بيتكوي من تلات طبقات سطحه علوي البر سيرفاس والنص والطبع السفلي سواء في التحلق من مذكر او التحلق المؤنسة للنبات المشيج المزكر او النبات المشيج المؤنس ممكن نلاقي ايه التركيبات او التجمعات الانتري ديا على اسطح السوف اللي او العلوي السطح العلوي او السوف اللي هي انتريديا التربات المذكرة واجaln اجونيا بالشكل ذا كده ده بتنبع الانثريزويد او السباحات الزجالية او ايا كانت تسمية بتاعتها وبتكون متحركة عن من خلال صوت واحد زي ما احنا شايفين واده الفيميل الجميل اللي هو عبارة عن الاج ودي عبارة ان طبعا واضح ان التكاثل حيكون تكاثل جنسي بيضي بيبدأ التكاثل الجنسي عن طريق البولينيشان هو الانتقاط مجرد انتقال الانثريزويد الى الاج فبيلتصف فيها بالشكل ده كده نتيجة وجود ميوسولج او مادة هلامية حواليها ده بيبتدي دعمة البولينيشان ودي اول خطوة في التكاثل او بعد كده بتكمل بي وجود عملية يعني الاختلاق احد هذه الانثريزويد الجدار ويوصل لغاية النواة ويبتدي يحصل تلقيح فتبقى عندي نواة اتنين ودي خلية واحدة اللي هي بسموها ازايجوت او الجنين طبعا اول ما بنوصل للمرحلة دي بقى احنا كده انتقلنا او سيبنا الطور المشيجي كل اللي احنا قدنا منتكلم فيه ده الطور المشيجي لكل خطواته اين وبدأنا في الطور الجرثومي اللي هو بيكون ديبلويد او بيكون سنائي المجموعة الصبغية مع انتقال دورة الحياة واستمرارها بتبديد الخلية بتاعت الزايجوت بيحصل فيها مايوتوك ديفيشن او اقسامات مايتوزية عشان يحصل جرمينيشن وتديني يانج سبروفايت برضو طبعا يكون اتنين ان بتستمري عمية الجرثة او النمو عشان يديني ماتيور سبروفايت اتنين ان وهنا ده يبقى احنا كده وصلنا من الطور التاني الطور التاني ده اللي هو السبروفايت او النبات الجرثومي او اللوات البوهي هنلاحظ ان هو تيبيكل شبه النبات الجرثومي المشيجي سواء المذكر او المؤنس وعشان كده الدورة الحياة دي بتظهر فيها ظاهرة الترنيشن او ظاهرة تبادل او تعاقب الاجيال وهنا الاجيال دي هنا ايزوجينريت يعني متماثلة في الشكل الظاهري زي ما قلنا ايه شوفنا ده بيبتدي النبات الجرثومي ابتدي يحصل في بعض خلايا زي هنا موجودة زي الاخراء كده تجمعات او بثور بس من ايه من الحوافز الجرثومية اللي بتتكون نتيجة انقسام هنا مايوزي دي الخطوة الوحيدة اللي فيها انقسام مايوزي في دورة الحياة كلها اهو هنا يبقى بدوس القطاع هنا الاقي القطاع ده اللي هو النبات الجرثومي نفسه سناء المجموعة الصبغية لكن شايل عليه حاجات ايه الحاجات الان دي اللي هي الحوافز الجرثومية او البوغية ان اللي هي بتبقى الرباعي حوافز جرثومية ليسا منها رباعية زي ما احنا شايفين كده لان بيحصل انقسام مايوزي فبتكون كل خلية منهم اربع جراثيم طبعا سواء الشكل ده او الشكل ده بفود منظر سطحي بس هل حاططها عشان تبنى عملية اللي هي رباعية اه الارباعة دول باكتمال النطج بتاعهم بيبتدي يحصل او انطلاق اللي هي الاحدية نصهم نص المجموعة دي حيروح عشان يكون النبات النبات مشيجي مؤنس في عملية نمو و عملية test لما نوصل هنا يبقى احنا كده يعيشنا دورة الحياة مرة تانية كده اكتملت دورة الحياة زي ما مطرح ما بدأنا انتهينا وكده بتكون دورة الحياة كلها بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين اهو اكتملته يبقى احنا بدأنا فيه بدأنا بالتح لاحظ في شكله النبات المشيجي المذكر والمؤنس وانت ولفينا في كل الطور المشيجي ليهو الجسئ اللي في ده كله انه ثم مع بداية حدوث وتكون الجنين ده الجزء ده اللي هو عبارة عن الطور الجرثومي وعشان كده بنقول فيه ظاهر التبادل أو تعاقب الأجيال والأجيال هنا بتكون متماثلة إن كنت أحسنتوا من الله وإن كنت نسيتوا شيئا أو أفطأتوا فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا ولا تجعد في هذا العمل رياء ولا صمعة ولا نفاق يا رب آمين 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 وإلى أن نلتقي في محضرة إن شاء الله من تبسيط العلوم قادمة أترككم في رعاية الله وأمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته